الكتاب الازيز بتكلم عن ازاي نسورفايف ازاي نقدر نتعامل مع مخاطر معينة ومواقف معينة في حياتنا ونقدر نعد بيها ونكمل بطريقة لطيفة الكتاب اسمه يعني اسوأ سيناريو ممكن تتعرض له في حياتك والكتاب تأليف طبعا اوشو بيفن ودايفيد بروجنشت اجمل حاجة اشتاء في الكتاب ده ان انا روحت الحاجات انا فعلا عارف انها عمرها ما هتحصل بس حيث الامر والله بنشوفها في اليوتيوب وبنشوفها على تيك توك بنلاقي ان في ناس فعلا بتتعرض لحاجات شبه كده ان لو حصلت في اوروبا قلنا لا دي بيئة بعيدة محدش عالم ممكن ايه اللي يحصل لنا هنا طيب تاني حاجة بيتكلم عنها الكتاب مش تاني حاجة لان الكتاب انا اخترت منه بعض المعوضية دي يجوا عشان تقدروا ان انتوا تكملوا انتوا طبعا ما لان حلق لكوش الدنيا بس بيقولك لو دخل عندك حمامة او عصفورة او طائر البيت تقدر تعمل معا ايه فبيقولك اول حاجة لازم تعرفها انه هو طبعا هو خايف جدا وبانيكت بس طبعا الطائر ده ممكن يعمل لك ديزاستر هيدخالي وطرق تدخل عندك غراب انا شوف اخترت لكم الغراب لان ده في البيئة المصرية مش هلوكو نورس عشان ما هنبقاش غراب دخل البيت جيري كده فاكرة هتدخل من البلكونة ودخلك البيت ويا السلام لو في مروحة شغالة فانت فاهم احنا ممكن نروح فين فبيقولك اهم حاجة يبقى فيه هدوء وصبر وروح دعابة وحط دول في بالك كده عشان تعرف ايه تتعمل بيقولك مبدئيا مش حالة طريقة يعني في الاخر الطائر ده مش هيكلك ولا هيعضك ولا هيخدشك ولا هيعمل حاجة هو داخل خايف عايز يخرج بس مش عارف الشباك فين والاسوء انه ممكن يكون دخل من حتة بس هو الازاز مقفول فقام جاري 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 واللبس في حتة تانية ده حصلي شخصيا وانا اتأثرت بدي لان فعلا فيها عصفورة زيارة داخلت البيت عندي من اربعة ايام كده الصبح وجاني نتني عشان تخرج اهي صعبان عليا بس هيك جاري اتدخلت في الازاز مرتين وراح اتدخلة في الالسي دي طبعا في لحظة الالسي دي مش عايز اقول لكم قدقينك النفسي معايا يعني انا فيجيتاريان عشان حيوانات على فكرة ما باكلش حيوانات بس قدقكم تعايز بندقي خرطوش في اللحظة دي لان يعني نلبس في الالسي دي ده صعب يعني مقلم جدا مهم فمش يحصل حاجة مش يحصل خدش مش هيعدك ولكن ما تصرخش ما تخوفوش ما اتطارتش الطائر ما تطارش تجري وراه ايه ده بالراحة جدا لانه الخطوة الاولى اللازم تعملها هي وقف المروحة عشان الراجل ده حرام الغراب ده ما يقومش داخل مفروم فتلاقي فجأة ريش دم ودم على وشك ومنظر يعني بصراحة سفاح جدا ما نعملش كده ابدا وطبعا اهم حاجة ان احنا نرافق الحيوان الاليف في مكان اخر ينحاول احنا نحطه كده يعني لو مسلا فيه شقة فقفل الباب عشان يبقى فيه الاوضة اللي هو قاعد فيها خلاص ما قاعدش بيخرج لك الحمام يدخل البتاع ينزل في الطوالات يعني الدنيا هتبقى بايزة خلاص لو في المطبخ او في اي حاجة فيها نار حوالين مكان ارجوكت فيها لو في حلة فيها مايسخنة ارجوك غطيها لانه الراجل ده ما يعرفش ان انت بتاع مكارونا فاكيد في الاخر ممكن يقوم نازل فتبقى مكارونا بالغربان هنبقى في حتة سخيفة جدا جدا وكمان شيل اي اكله وطعام انت حطه طعام سوري ومية انت حطه في الاوضة لانه ممكن يبقى جعان فيقعد بقى الراجل بقى انزل احت الكنبة عور السطارة وطلعني وتخيله له غراب شوف انا ما اخترتكوش عصفورة عشان خاطر تفهمه قد ايه الموضوع سخيفة بيقولك ادي للطائر فرصة انه يشوف نفسه ايه فهم بس الدنيا عاملة ازاي فطف الانوار فتح الازاز اقفل البيبان بتاعت القوضة عشان ابقى ما عندوش مخرج غير الشباك وخالج صبور والجو كده ضلمه عشان يقدر ان هو يستعب لانه ممكن الاضاءات اللي احنا متعودين عليها في الحياة تبقى بالنسبة له مزعجة وقفلاله عينه جدا فعمال يلطش ويطير ويجري والدنيا تبوز منه بشكل كبير وفي الاخر الطائر هيتتطبع انا حتى لو بات في القوضة انت مش عارف تخرجه او مش عارفة تعملي معاه ايه وفي الاخر ضوء النهار لما يطلع كده او هو اوتوماتيك خارج مع نفسه ايه ده اذا ما كانش عندك او عندك كلب هيطلع يكله فجأة او كده كلب بتاعي يطلع كلب برص برضو من حوالي اسبوعين فجأة رح هابش برصة على الحيطة كده بينفع طبعا بس يعني بتبقى منظر صعب قوي ديل بيتحرك في بقوه وماشي يعني من موضوع طبعا صعب فيعني لو دخل طائر ومتالي دي قريبة من مصر شوية تمسح سنة بعيدة بس كانت بصراحة لازم تتقل تدحك جدا ولكن محدش عارف برضو احنا ممكن يدخل لنا طيور قد ايه وطائر في عربية طائر تخلوا لو بعت لو تواط دخل بيتنا ممكن نعمل في نقي الموضوع هيبقى ينهر يسوح خلوا بالكو